في الكلية من زمان يعني ما تيجي تعمل الانترفيو حط للراجل شوية أسئلة كده في الأول وبعلى غاية ما توصل للأسئلة اللي انت عايز تسألها فأنا النهاردة قررت لأن احنا علاقتنا قديمة وده مش أول انترفيو نعمله مع بعض ان انا أقص وأوصل لحاجات كتير الناس مهتمية بيها وعايزة تعرفها منها وده الشيء المصر كلها بتسأل فيه والعالم العربي بيبصلوا كل ما تعمل حاجة يقول لك وعمل الحكاية دي عشان كده مسك الموضوع ده عشان كده مرديش يرشح نفسه في الحطة دي عشان كده انت ناوي ترشح نفسك للتحاد الكرة المصري تاني ولا لا حاليا طبعا ما بفكرش حاليا الفترة دي أركز فيه المستوى الأفريقي والدولي انما كل حاجة بقى وانا وان شاء الله اي حد يكون الموجودين يقدر يسد وقدر اشتغل برحلة جاية ان شاء الله يكون في نوفمبر اعتقد في شهر تسعة وعشرة جاية طب يعني قريب فعلا ما فكرش اطلاقا في قصة دي طبعا طلع من الانتخابات لسه وكان فيها موجود كبير فاعتقد انه سابق لوانه لو فيه اي حد موجود عنده القدرة انه يتحمل المسؤولية اهل و سهلا لا انت شخصيا عايز ترجع تاني حاليا ما عنديش رغبة الفترة دي اطلاق لا يعني الفترة دي اللي هم كم شهر دوله لا 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 قدام يعني مش بفكر حاليا يعني في اتحاد الكرة الفترة دي وما حدش مكلمك ان انت ترجع اتحاد الكرة تاني كل الجماعية العمومية كل الجماعية العمومية نوادي كلها اللي هي يعني اه غليبية النوادي يعني تسعين في المية طب اكيد لا يعني لما نيجي نوصل نوفمبر يعني نزولا على رغبة الجماعية العمومية اهو الاخره انا بريد ارشع نفسه لا والله يا قدرات انا بحاجة شوف الفترة كل واحد انسان قدرته بتقلي يعني على العطاء بشكل دي فانا لو عندي قدرة اهل مسألا انا حاس ان انا ما عادش عندي القدرة على العطاء بشكل كبير خلال المرحلة الجاية على المستوى المحلي انما خلال العشر شهور دولت عندي حاجات لازم اعملها على المستوى المصري خلصها لان حضرتك السنة دي الاتحاد المصري مئة سنة حضرت المصر قس سنة 1921 وبالتالي عندنا احتفلات على اخر السنة فليها تجهيزات بشكل كبير حاليا بنشتغل في مركز المنتخبات طب ليه اسمك دايما بيتكرر يعني انا ما فيش يوم انا يا بوريدا هو جاي رئيس اتحاد لا هم عايزين حيجيبه انا يا بوريدا لا انا يا بوريدا هو اللي حيجي ليه؟ والله بص يعني اقول لحضرتك يعني الحمد لله فضل من ربنا اصلي الناس بيت فيه حاجات بيها طبعا ايجابيات وسلبيات كتير ولكن الناس بتنسى بسرعة الايجابيات وبتركز على السلبيات انما اللي جوه الجماعية العامية الحمد لله فضل رب فيه ثقة كبيرة جدا والثقة دي هم بيلمسوها في خلال الفترة احنا ما عندناش مكالة 30 نصر كرئيس اتحاد الفترة دي من وجهة نظر الناس تقول لك والله فيه اخطاء وهم بيش اخطاء ولا حك ده فيه وصول بعد الثلاث مرات ما نوصلش في رقها نوصل نلعب نهاقي ولو عندنا لو كانتش عندنا 14 عيب كنا ناخد الكاس ثم نوصل كاس العالم حسسوك ان كل سنة بيروحوا النوم احنا روحنا كاس العالم بمجود كبير ومجود شاق وترتبات على اعلى مستوى بعد 28 سنة ثم يطلب منك ان هنلعب نعمل كاس افريقيا في مصر تصويت داخل الاتحاد الافريقي 16 سوط لمصر امام جنوب افريقيا التي نظمت كاس افريقيا بصوط واحد طب ليه انا عندي احساس ان انت هتيجي اتحاد الكرة بس انت مش عايز تقول لا لا بالعكس اطلاقا انا يعني انا مبارح كان عندي مجموعة من كبيرة جدا من الاندية ومتغدى سوا وكلهم يعني منتمسكين يكون موجود انما الحقيقة فعلا بكلمك بصدق انه انا يعني الفترة دي خلينا اشتغل الـ 21 كبيرة سنة كرة الاتحاد المصري نعمل حق كويس وان شاء الله انت بتقول ان انت مش ناوي تراشع نفسها مش ناوي وده هتفرح ناس كتير بقى يعني لا انت بتقول فعلا انت تخطر انك مش ناوي لا مش ناوي الحين مان مين لحبة رئيس تحاد الكرة والله يعني طبعا الساحة موجودة فيها شباب كتير يعني ممكن نتحمل مسؤولية يعني في شباب كتير بس جميع المياه عايزة مين دي قصة تانية اشتركوا في القناة